شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدى الشركات بشأن تحقيق التمييز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة جاء ذلك على هامش فعليات قمة المناخ كوب 27 حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية وذلك تحقيقا للتمييز التشغيلي لها وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية وصولا إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة